بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادوالي صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المينيا الإرهابي بقيمة 100 ألف جنيه لأسر المتوفين ومعاملاتهم معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر المتوفين وكذلك المصابين بعجز كلي يقرره القمسيون الطبي وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه تقرر أيضا صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بإصابات تستدعي للاج أكثر من 72 ساعة وألفي جنيه لمن أصيب إصابة طفيفة كما وجهت وزيرة التضامن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر بالتواجد إلى جوار أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة أنواع الدعم النفسي والطبي والمادي لهم